بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب الصرف الأول السنوي أهلاً ومرحباً بكم في حصة جديدة من حصة البس المباشر على منصة وزارة التربية والتعليم المصري معكم على العلمين النهاردة هنبدأ أولى حصصنا في الترم الثاني في مدد التاريخ وعارفين أن اسم كتابنا مصر والحضارة حضارة مصر والعالم القديم درسنا الترم الأول حضارة مصر بالكامل في الترم ده هناخد حضارات أخرى من العالم القديم حضارات تتشابه بحد كبير مع الحضارة المصرية وتتميز بصفات أخرى هنتعرف عليهم هندرس الوحدة الثالثة إحنا طبعاً درسنا الوحدة الأولى والتانية كانت عن الوحدة الأولى في الترم الأول كانت بتتكلم عن الحضارة والتاريخ والوحدة الثانية كانت بتتكلم عن الحضارة المصرية في الترم الثاني بناخد وحدتين برضو وحدة تلتة وواحدة الرابعة الوحدة الثالثة اسمها حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فنقيا بتكون من حضارتين زي ما أنتو شايفين كده حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فيغنقية والواحدة الرابعة بندرس فيها أربع دروس الحضارة اليونانية الإغريقية والدرس التاني مصر تحت حكم البطالمة والحضارة الرومانية ومصر تحت حكم الروماني ده ببساطة كده شديدة اللي هندرسه في الترم التاني واحدتين، واحدة تالتة وواحدة الرابعة استكمال الواحدة الأولى والتانية اللي أخذناهم من الترم الأول نبدأ كده ونقول بسم الله زي ما انتو شايفين كده وزي ما قلت في بداية السشر احنا كتابنا اسمه حضارات العالم القديم مصر والعالم القديم يعني أنا بدرس حضارات العالم القديم احنا من خلال الخريطة الأدامي دي بتتكلم عن حضارات العالم القديم وسبق انتو شفتوها معايا الترم الأول علشان كنت أوضح عليها بعض الحضارات وتواصل الحضارات وانتقالها من مكان إلى آخر وعرفتنا فيها حاجات كتير جدا وكان من أهمها التواصل الحضاري بين الحضارات طيب احنا هنا من خلال الخريطة دي عاوزة أطلع منها بمهارة أو بمفهوم مهم أثناء دراستنا في الترم التاني ايه هو المفهوم اللي أنا عايز أعرفه؟ انتو شايفين خريطة عليها حضارات العالم القديم حضارة مصر اللي احنا درسناها الترم الأول زي ما قلت وهندرس حضارة العراق النهاردة وهنستكملها الحص القادمة وهندرس حضارة فنقيا وهندرس كمان الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية ووجودهم في مصر تحت الخريطة دي عندي الخط الزمني أو الخريطة الزمني احنا طبعا متعودين علي من الترم الأول أبناء وبناتي اللي بتابعوني من الترم الأول عارفين ان الخط الزمني أو الخريطة الزمني مهمة جدا 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 في دراستي التاريخ ومهمة جدا في دراستي أنا حسب النظام الجديد لأنها مهمة جدا وعرفنا ايه أهميتها في الترم السابق طيب أنا ليه ربطت بين الاتنين دول بين الخريطة الجغرافية وبين الخريطة الزمنية علشان أطلع بمعلومة مهمة جدا وهي إيه أولاد هي إن إحنا أي حضارة في الدنيا أنا بيكون لها بعدين بعد مكاني وبعد زماني أي حضارة بادرسها سواء الحضارة المصرية أو العراقية اللي هندرسها النهاردة أو أي حضارة في الدنيا لها بعدين بعد مكاني وبعد زماني يعني إيه يعني أي حدث في الدنيا أنا بادرسه لازم أول ما أبدأ أدرسه كده وفهمه إحنا نتفاعل أن نحن بندرس بالمهارات وبننظم أفكارنا وبنرتبها علشان تبهى الدنيا سهلة معي أول ما أدرس أول حضارة أول هي مكانها فين أين تقع ده اللي احنا بنسميه لبعد المكان وكمان بعد معرف هي مكانها فين أعرف زمانها هي يبتقع في أي عصر إحنا درسنا التلمي اللي فات العصور التاريخية طبعا عصر ما قبلها التاريخ وبعدين هنبدأ بقى بالعصور التاريخية عندما اخترع الإنسان الكتابة انقسمت العصور إلى عصور قديمة ووسطة وحديثة وعصور معصر الكلام ده احنا خدناه من التلمي الأول أنا زي ما قلت لك أن أي حضارة في الدنيا لها بعدين بعد زماني وبعد مكان البعد الزماني المقصود به تقع في أي فترة زمانية اللي أنا بدرسه ده بيقع في العصر القديم ولا الوسيط ولا الحديث ولا العصور المعصرة أي حضارات قديمة يبقى أكيد تقع فين يا أولاد في العصور القديمة يبقى أنا كده لما بدرس الحضارة دي باعرف مكانها أين تقع أنا النهاردة هدرس حضارة بلاد العراق القديم أو حضارة بلاد الرافدين هندرس دلوقتي الموقع بتاحها بالتفصيل باعرف هي مكانها فين طيب هي تقع في أي زمن في العصور القديمة ولا الوسطة والحديثة والمعصرة لا هي تقع في العصور القديمة هو أنه درست حضارة قبل كده قديمة أيها إحنا درستنا تلمس سابق الحضارة المصرية القديمة بأن تقع في هذا العصر هي اللي حلم نسميها العصور القديمة أو عصر اختراع الكتاب وبعد كده هندرس في نقيا برضو هنكتشف أن في نقيا تقع برضو في العصور القديمة تمام طيب وهندرس بعد كده برضو اليوناني والروماني وهنعرف برضو أنها تقع في العصور القديمة يبقى أول حاجة عايزة عرفها كده نبدأ بالورقة أو الألم معايا كده ابناء وبناتين متعودين معايا على الشغل بالورقة أو الألم إن أنا أول حاجة لازم أحددها البعد الزماني والبعد المكان تعالي نكمل حضارة بلاد العراق إحنا متعودين أول أو أي حضارة أو أي درس بدرسه لازم أشوف في البدء الموجود عندي الموجود عندي على التاب أو على موقع الوزارة أشوف الأهداف أو النواتج اللي موجودة في بداية كل درس علشان أحرف أحدد أنا مطلوب أفهم إيه المفروض أحرف إيه النواتج دي يا أولادة أو الأهداف دي اللي موجودة في كل درس مهمة جداً لأن أنا أطلع عليها قبل ما أبدأ أسرع وقبل ما أبدأ أذاكر أهداف دي مهمة جداً أبدأ أقرأها عشان أعرف أنا المطلوب منها إيه يعني مثلاً في نهاية الدرس بيتوقع مني أن أنا أحدد الخصائص الرئاسية لحضارة بلاد العراق أعرف إيه هي خصائص بلاد العراق وأفسر أسباب ازدهار الحضارة ما هي مدامة حضارة أكيد كان لها فترات ازدهار وأحدد على الخريطة الزمانية اللي احنا كنا شفنا كده خريطة زمانية شبهها كده الترمي اللي فات اللي احنا شفناها دلوقتي العصور القديمة هنتعرفت برضو هنعمل خريطة زمانية لبلاد العراق وأحدد عليها المراحل أو العصور المخترخية المختلفة لبلاد العراق وأحلل أهم المظاهر السياسية والاقتصادية دي لما يجي أدرس مظاهر الحضارة واستخلص الدروس المستفادة من سقوط دولة بابل ايه دولة بابل دي هتعرف عليها ان شاء الله لما يدرسها تمام وعندي يقدر دور حامورابي الله ده بدأ أسامي شخصيات تظهر عندي كده يبقى الأسامي دي موجودة في بداية الدرس ومأكد عليها يبقى الحامورابي ده مهم جدا جدا وأبدأ وانا لما يجي سيرته في وانا بزاكر أبدأ أعرف كل حاجة عنه علشان يبقى مهم جدا الشخصية دي أعرف يجمع معلومات تاريخية ذات صلة بحضارة بلاد العراق احنا اتفقنا ان من ضمن المنظومة الجديدة ربط المعلومة داخل الكتاب او ربط المعلومة بحاجة موجودة احنا بنعيشها حاليا تمام أكتب تقرير عن أهم معالم حضارة بلاد العراق القديم أتعرف عن مظاهر حضارة بلاد العراق القديم وأقدر دور حضارة بلاد العراق القديم بالنسبة للحضارات الأخرى أعرف فضلها أو تأثيرها وتأثرها مش احنا ادرسنا التلمي السابق ان الحضارات تتأثر وتؤثر لها تأثير و لها تأثر لها أغزة و عطاة يبقى كل ده أول ماجي أذاكر الحضارة أي حضارة في الدنيا أشوف الأهداف الموجودة في بداية الدرس بتاعي الموجود في البداية الموجودة على موقع الوزارة أو أنا منزله على التاج الامور واضحة عندي وأنا بذاكر يالحضارة دي مطلوب مني أعرف بها إيه تمام يا شباب يبقى الحاجات دي حاجات دي مهمة جدا جدا وأبنائي وبناتي اللي تعودين معايا من الترمي السابق وعارفين الحاجات دي مهمة جدا قبل دراسة أي حضارة أنا بدرسها نشوف كده الخريطة الموجودة أمامنا دي حضارة بلاد الرافضي فيها أسماء كده عايز أتعرف عليها بالتفصيل إحنا وأنا أمام حضاراتكم كده خريطة لحضارات العالم القديم أو للعالم القديم بس أنا بحددلك فيها إيه يا أولاد بحددلك فيها مكان بلاد الرافضي مكان هافيين سينوا ما أنتوا شايفين كده اللي هو اللون الأحمر ده بيظهر ويختفق كده عشان يقولك دي بلاد الرافضين بالنسبة للعالم دي كده مكانها فإحنا لسه قلين دلوقتي إن أي حضارة بدرسها بدرس البعد المكاني والبعد الزماني ده البعد المكاني بتاعتها ده مكانها عندي الخليج العربي كده طبعا عند نهري الدجلة والفرن طبعا نسه نتكلم عنها بالتفصيل كده قريبة من منطقة الشام وهي قريبة طبعا من ناحية شبه الجزيرة العربية فعندي مراتك للعالم القديم دي كلها يبقى كده موقع متميز جدا جدا زي موقع مصر موقع متويز بيؤدي إلى التواصل الحضارة تعال نشوف يقولك هنا إيه الخريطة دي اتعرف على حضارات بلاد العراق القديمة الله إيه أنت ليه بتقولي حضارات ليه ما بتقوليش حضارة زي الحضارة المصرية القديمة ليه بتقولي حضارات لأن بالفعل بلاد العراق ما قمتش فيها حضارة واحدة وإنما قمت فيها عدة حضارة يعني إحنا عندنا مصر الحضارة المصرية القديمة أو الحضارة الفرعونية من الأسرة الأولى للأسرة 30 هي اسمها واحد كده أما بلاد العراق زي ما هندرس هي بكل فترة زمنية ليها اسم حضارة ليها حضارة هتقوم فيها تمام؟ هندرس دلوقت وزي ما انت شايف على الخريطة عندي صومر أول ما أذكر الاسم أعرف العاصمة على طول يعني تقع في منطقة صومر واسم الحضارة الحضارة السومرية بعدها أكاد دي الحضارة الأكادية مش محتاجة بقى سؤال يعني عاصمتها أكاد بعد كده عندي بابل طبعا القديمة والحديثة زي ما هندرس دلوقتي وعندي أشور يبقى قامت في بلاد العراق عدة حضارات زي حضارة سومر دي أول وأقدم حضارة في بلاد العراق وحضارة أكاد ثم بابل القديمة والحديثة وحضارة أشور ولذلك بطلق على ممكن أقول حضارات بلاد العراق القديمة لأنه قامت فيها عدة حضارات وليست حضارة واحدة فقط وطبعا دي لها تقبل لها مئة يعني لها سمة السمة دي هتميزها ويكون لها تأثيرها بالنسبة للحضارة بتاعتها طبعا نسأل سؤال كده مع بعض بيقول ظهرت في بلاد العراق حضارات كبرى احنا بيقولها حضارات مش حضارة واحدة حضارات كبيرة ما هي الصغيرة حضارات لها وزنها حضارات كبرى منذ أقدم العصور لا تقل أهمية عن الحضارة المصرية القديمة يعني هي حضارات كبيرة ومميزة ومش لا تقل أهمية عن الحضارة المصرية هنا بقى بيسألني السؤال هرتعرف لماذا ليه يا تارا يا تارا ليه بلاد العراق قمت فيها حضارات كبرى وهي مهمة جدا لا تقل عن الحضارة المصرية القديمة تعالي كده نشوف الخريطة دي الخريطة دي لها ميزة قوي انها بتوضح لبلاد العراق ومصر هنا زي ما قلت الحضارة بلاد العراق موجودة هنا على نهري ديجلاوي الفراط طيب مصر احنا عارفين ان هيا دي نهر النيل ايه كمان انا عندي الموقع المتوسط بلاد العراق تقع في موقع متوسطها عندي بلاد الفورس من الشرق وعندي الشام وعندي شبر الجزيرة العربية وكمان قريبة من مصر يعني بلاد العراق ما قامتش بعيد عن العالم او منعزل عن العالم لا هي تقع في القرب من البلاد المجورة يعني تقع في موقع متوسط بين البلاد اللي موجودة حواليها وبلاد طبعا لها وزنها وليها حضارتها وكمان فيها نهرين ودون نهرين خصبين جدا قامت عليهم الزراعة زي الحضارة المصرية طيب نرجع تاني لسؤالنا بيقول ظهرت في بلاد العراق حضارات كبرى منذ أقدم العصور لا تقل أهمية عن الحضارة المصرية انت عارف ايه السبب هتعرف لماذا كده نشوف هجيب لك نفس الخريطة دي كنت هلك تاني وعملت صورة تكوينية كده حطتها على الجنبين كده علشان نقدر دي صورة تكوينية يعني او صورة تخيولية لبلاد العراق القديم النهرين بتوحها كده ودي مثلا أثار عن حضارة بابل المعلقة اللي احنا هنجلسع ان شاء الله السنة دي قصد الترم ده ودي حضارة كيمت او حضارة مصر الحالية برضو صورة تكوينية وده برضو نهره ودي السفن ماشية في كل ده بيديني يا ولاد مؤشرات للإجابة عشان أعرف ان اهمية او اهم سبب لقيام حضارة كبيرة في مصر وحضارة كبيرة في العراق كان السبب ايه السهول الخصفة اللي هي لوجود الأنهار اللي بتمر فيها اللون الأخضر ده بيشير ايه عن خريطة أراضي خصفة زي ما انتوا شايفين كده اللون الأخضر ده أراضي خصفة وهنا عندي في مصر دي السهول يبقى كده عندي أراضي خصفة أدت إيه لا يا ولاد إلى الاستقرار فكلين نظرية وولد يورانت وولد يورانت اللي هو قال قصة الحضارة أن الحضارة تقوم عند الاستقرار إحساس الإنسان بالأمن والاستقرار فيتبع نفسه إلى الافتقار والإنشاء والإبداع فبالتالي هو وجود الأراضي الخصفة أدت إلى استقرار الإنسان عليها وبالتالي حس بالأمن وتوفر مقومات الحياة فبالتالي قامت حضارة عظيمة إلا أنا بعمله دلوقتي بنائي وبناتي إن أنا بوريك صور وخرائي لأن أنا في المنظومة الجديدة مطلوب مني التحليل الوصائق وتحليل الصور وتحليل الخرائي ممكن تجيلي خريطة ممكن تجيلي صورة وابدأ أحلل منها البيانات وقلب منك استخلاص هذه البيانات أو العلاقة المتشابهة يبقى أنا عندي لازم إن أنا مش أعتمد فقط على قراءة الكلمات وإنما دايما أتطلع أو أطلع على الخرائط وعلى الصور لأنها من ضمن مهارات المنظومة الجديدة تعالي بقى ناخد الكلام بقى بشكله منظم ظهرت في بلاد العراق قديمة الحضارات قبرى منذ أقدم العصور لا تقل أهمية على الحضارة المصري تعالي بقى ناخد الكلام لتشابه الظروف بين البلدين إيه هي الظروف بين البلدين لحنا لسه إلنها دلوقتي مصر والعراق بها أنهار جارية وأوضية خصفة شجعت على الزراعة وعلى الاستقرار كلام ده إحنا لسه إلنها دلوقتي وإحنا بنقرأ الصور وبنقرأ الخرائط بنقرأ الصور التكوينية بتاعة مصر والعراق وبنقرأ الخريطة بتاعة مصر والعراق ووجدنا فيه أنهار نهر النيل في مصر ودجلة والفراط في العالم أدى إلى وجود سهول وأنادي خصبة طب السهول والأنادي الخصبة خلت الإنسان يستقر يستقر عشان يعرف ويزرع وبالتالي يحصد طيب واحد استقر وزرع ويحصد فحسب الأمان فبالتالي يبدأ يبدع ويفكر وينشب وتنقام حضارة عظيمة تتورسها الأجيب يبقى أول سبب عندي مما يجي للسؤال ده أقول له تشابه الظروف بين البلدين مصر والعراق فيهم أنهار جاري مصر فيها نهر النيل والعراق فيها دجلة والفراط دي شجعت على الزراعة والاستقرار تمام وده يرجع للنظرية وورد يورانت اللي احنا خدناها الترمي الصابق تاني حاجة يا ولاد الموقع المتميز لأنه أوردت هوركو على الخريطة مصر تقع إزاي وفيه تواصل وإحنا درسناه بالتفصيل الترمي السابق ووردت برضو العراق تقع في موقع تواصل بينها وبين جراني ساعد على التواصل الحضاري مع الدول المدى ولنا عندي سببين ليه؟ أنها قامت في العراق حضارة عظيمة لا تقل عن مصر تشابه الظروف والموقع المتميز سأخذ بقى سؤال تطبيقي على ما احنا قلناه من خلال دراستك لعوامل قيام الحضارات عوامل قيام الحضارات وانا قلت عوامل قيام الحضارات آه قلتها بس هل قلتها الترمي ده؟ لا قلتها الترمي السابق الله وانت يا نس ليه بتقول اني حاجات انت قلتها الترمي السابق مش احنا اتفقنا ان في المنظومة جديدة احنا المادة عندي تراكمية لاني بربط بين المعلومة اللي درستها مع المعلومة اللي لسه هدرسها معلومة اللي درستها الترمي السابق ممكن أستعين بيها في حاجة أنا بادرسها في الترميلة وممكن أربط معلومة حياتية أنا عايشاها حالياً في التاريخ المعاصر أربطها بحاجة موجودة داخل الكتاب زي مثلاً سؤال عن اهتمام مصر بطريق أو قامت مصر باحتفالية طريق الكباش افتتاح طريق الكباش ماشي؟ أو احتفال مصر بنقل المميوات لحاجة حصلت احتفال نقل المميوات حصلت في إبريل وطريق الكباش حصلت في مميوات هذا العام أقدر أجيبهم وأقول ده من عوامل دي أهميتها إيه؟ من خلال دراستك للتاريخ طبعاً الشعور بالمسؤولية والاهتمام بتاريخ يبقى لازم نخلي بالنك أن أنا بعمل عملية ربط لما درسه وما سوف يدرس المهمة جداً نرجع لسؤالنا من خلال دراستك لعوامل قيام الحضارات تشابحت عوامل قيام حضارة بلاد الرافضين مع عوامل قيام الحضارة الفرعونية ولا الفنقية ولا الرومانية ولا الأغراقية نقف هنا وقف قبل ما جاء السؤال ده أنا جبته لكم بس هو سابق لأوانه ليه سابق لأوانه؟ لأن أنا لسه أنا درست الفرعوني فعلاً بس أنا لسه مدرستش الفنقية حضارة فنقية ولسه مدرستش الحضارة الرومانية ولسه مدرستش الحضارة الأغراقية فالسؤال ده سابق لأوانه لكن أنا جبته لكم علشان حاجة واحدة بس علشان أقولك أن أنا بعمل عملية الترابط لما درسته أنه هو درس عوامل قام الحضرات ولما سوف تدرسه حالياً هتدرس النهاردة العراق وهتدرس بخلال الترم ده في نقر وهتدرس بخلال الترم ده بلاد اليونان وهتدرس بلاد الرومان فممكن يجي لك سؤال يربط بينهم كلهم الترم السابق مع الترم الحال فالسؤال ده سابق لأوان بس أنا جبته علشان أديك فكرة أنه احنا من منظومة جديدة بنعمل ربط لما درس ولما سوف يدرس طبعاً إجابة احنا لسألينها دلوقتي الحضارة الفرعونية عندي كمانش سؤال تشابهة الحضارة العراقية مع الحضارة المصرية القديمة في أنهما حضارتين زراعية ولا تجارية ولا سحلية ولا صلاعية طبعاً هم حضارتين زراعية موجود نهرية دجلة ورفرات في العراق ونهر النيل في مصر عندي سؤال كمان العلاقة بين الموقع المتميز والتواصل الحضاري علاقة إيه؟ عكسية؟ عكسية يعني يعني واحد بيزيد والثاني بيقل ارتبطية يعني مرتبطين ببعض يعني لهم علاقة مرتبطة ببعض ديد 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 قل ديد قل متنافضة يعني عكسي بعض متنافرة يعني ما لهمش علاقة ببعض طبعاً أكتر حاجة هي قريبة لها العلاقة بين الموقع المتميز وتواصل الحضاري هي علاقة ارتباطية الموقع المتميز يؤدي إلى التواصل الحضاري بين جيرانا سؤال كمان أنا طبعاً بكتر في الأسئلة شوية لأنها خلاص احنا تعلمنا ان احنا ازاي ندرس بالمنظومة الجديدة والأسئلة دي بتبقى في آخر اهتمامات خالص لكن ايه علشان نعمل عملية ربط ما بين للمعلومة وازاي تيجي السؤال عليه القسم المشترك بين عوامل قيام الحضارة في كل من مصر والعراق يا طرق ايه القسم المشترك بين الحدود الطبيعية ولا الثروات المعدنية ولا وجود الأنهار ولا جافاف المناخ طبعاً الحدود الطبيعية دي مش موجودة مصر لها حدود طبيعية وبرضو لها والعراق لها حدود طبيعية وحدود بشرية ومصر برضو لها حدود طبيعية وحدود بشرية وجود الأنهار ولا الثروات المعدنية موجودة أما القسم المشترك بينهم هي في السائلينها دلوقتي وجود الأنهار وجود الأنهار كل واحدة موجود فيها النسب وكل بلد فيها اللي يميزها من الثروات المعدنية بتاعتها. وطبعا الجفاف المناخ هي اللي بتتميز بيه مصر ماشي مش العراق طعا بقى ناخد شرح شوية كده. الطريق القديم لبلاد العراق او اللي احنا ساعات بنسميها بلاد ما بين النهرين. ليه بنسمي بلاد العراق بلاد ما بين النهرين يعني انا ممكن اقول بلاد العراق القديم وممكن اقول بلاد ما بين النهرين او بلاد الرافدين الرافدين يعني رافد ورافض النحر ونهر. ايه سبب تسمية بلاد العراق القديم ببلاد ما بين النهرين? اللي دي لوقحها على الاراضي الواقعة بين نهرين ديجلة والفردين. ما تشافين كده على في الصورة. الصورة آآ من خلال جوجل ايرس. كده لقيتها صورة جوية كده للنهرين. اللي دي ديجلة. وده الفرد. وده الاراضي الخصبة اللي موجودة منهم. لوقحها على الاراضي الواقعة بين نهرين ديجلة والفرد. وتتألف من سهل منبسط في الجنوب يرتفع تدريجيا نحو الشمال. يعني السهل هي منبسط في الجنوب ويبدأ يرتفع 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 نحو الشمال. ويمتاز بخصوبة الطربة وانتشار الزراع. هنا ايه سبب تسمية بلاد العراق القديم ببلاد ما بين النهرين او بلاد الرافدين. بلاد ما بين النهرين او بلاد الرافدين. او حضارة بلاد الرافدين. السبب لانها بتقع على اراضي واقعة بين نهرين. نهرين اهو ما بين النهرين. نهرين ديجلة والفرد. وهي عبارة عن سهل منبسط في الجنوب. يعني منخفض في الجنوب او منبسط في الجنوب. يرتفع بالتدريج نحو الشمال. وطبعا هذا السهل وهنا يبقى أكيد خصوبة الطربة وبالتالي انتشار الزراع تعال بقى نشوف الحاجة المهمة جدا جدا اللي أنا بأكد عليها من التلم السابق وأبناء وبنات اللي متابعين عارفين إن ده مهم جدا جدا لدرس التاريخ هو إيه أولاد؟ الخط الزمني أولا احنا نسميها الخريطة الزمني ده الخط الزمني أو الخريطة الزمني لبلاد العراق القديم أول حاجة عندي بلاد العراق القديم تبدأ من سنة 4000 قبل الميلاد مع حضارة اسمها الدويلات السومرية من اسمها كده دويلات يعني مش دولة عدد من الدول يبقى هل تحققت المركزية هل تحققت الوحدة من اسمها كده أعرف على طول إنها لم تحقق الوحدة ولكن كانت مجموعة من الدول مع بعض طيب من اسمها كمان السومرية يعني تقع عاصمتها سومر أو تقع في منطقة اسمها سومر تمام؟ طيب بعد كده عندي حضارة تانية أو دولة تانية اسمها الدولة الأكادية من اسمها كده برضو إنها دولة دولة مهاش دويلات إنها دويلات يعني مجموعة من الدول الصغيرة منضمة تحت بلد واحدة أو تحت عاصمة واحدة اللي هي سومر أما الأكادية أو حضارة أكاد دي دولة وهنعرف دلوقتي 2350 قبل الميلاد بعد شوية الدولة البابلية القديمة 1880 قبل الميلاد وبعدين عندي الحضارة الأشورية أو الدولة الأشورية بعديها الدولة البابلية الحديثة 604 قبل الميلاد ثم حصل الغزو اللي هو استلاق الفرصة على العراق 538 قبل الميلاد واستلاق الإسكندر الأكبر المقدوني على العراق في 330 قبل الميلاد فأرجع الثاني للسؤال اللي احنا برضو طرحنا التلم الصابق هل التواريخ دي لها أهمية هل هي موضع سؤال لا هي مش موضع سؤال لكن هي مهمة في مدلولها مدلولها ازاي أبناء وبناتي بقى الشطار اللي عارفين الكلام ده من التلم الصابق التواريخ دي مهاش محل لسؤال ولا هجي لك سؤال قامت قامت الدولة البابلية وسقطت قامت الدولة الصومالية ولا الحاجة دي خالص وما اللي بدلولها ايه بدلولها اعرف ايه مدى قوة البلد دي احدت كم سنة من الزمن هل هي قعدت فترة طويلة من الزمن ولا سقطت سريعا ايه مدى قوتها تمام كمان اعرف لما اجي ادرسها بقى بالتفصيل واعرف اسماء ملوكها وشخصياتها ابدأ انسبها لهم عشان لما يجي لسؤال اعرف الشخصية دي تبع اي عصر تمام وكمان برضو مهمة في مظاهر الحضارة يبقى مدلول الرقم هو اللي مهم عندي مش حفظه ناخد اول حضارة عندي اللي احنا قرت عليها اسمها ايه ولاد الدولات السومارية الدولات الدولات السومارية هي اول الشعوب التاريخية اللي سكنت بلاد العراق زي ما قلت في 4000 قبل الميلاد زي ما انت شايف كده دي سومار تقع هنا هون كده ودي عبارة عن صور تكوينية او صور تخيلية للوضع بالنسبة لبلاد سومار طبعا مرسومة عندهم كنوع من انواع يعني كنوع من انواع التاريخ عندهم وابراز حضارتهم بشكل مناسب اقاموا مدن احنا انت لسه بتقول دويلات اقاموا مدن مزهن زي سومار والور زي سومار وقور ولكش زي ما انت شايفين كده على الخريطة لكش وقور وهنا منطقة سومار او مدينة سومار كده المنطقة اقاموا مدن طيب يبقى انا عندي اهم من مدن في الدولات السومارية العاصمة سومر وقور ولكش طيب من خلال اسمها الدولات السومارية يبقى مين القوية فيهم قور ولا لكش طبعا هي سومر لانها تسمت باسمها يبقى العاصمة او المدينة القوية كانت سومر لانها سيطرت على قور وسيطرت على لكش طب انت شعرفك انها كانت قوية وسيطرت عليهم إنها تمت بإسمهم الدويلات السومرية كانوا بمثابة دويلات مستقلة تمتعت بالاستقرار والأمن نقف هنا عند الحتة دي تمتعت بالاستقرار والأمن استقرار والأمن يعني تحققت فيها نظرية وورد يورانت اللي بيقول إن الحضارة تقام عندما يشعر الإنسان بالاستقرار وبالأمن والأمان فتطلع نفسه إلى الإبداع والإمشاء والإبتقار فتقام أعظم حضارات العالم طيب وفي التالي كانت من أهم أو أولى أو أقدم الحضارات اللي قامت في بلاد العراق هل استمر الوضع كتير؟ لا ما استمرش تفرقوا نتيجة الحروب اللي دارت بينهم ولذلك الصور التكوينية زي ما أنتم شايفين فيها شكل حروب وناس بيتحارب الحاجات دي كلها يعني الموضوع كان في استقرار وفي حاجة في تناقض فكذلك كنا بنقول التناقض اللي بيحصل في الفترات الزمنية عندي هنا استقرار وعندي في الأول بدايتها كانت في استقرار ولكن نهايتها كانت فيها فرقة وفوضى نتيجة الحروب النزاعات الداخلية اللي حصلت تعالي نسأل سؤال سقطت أقدم دول العراق القديم نتيجة أقدم دول العراق أنت ما جبتش سيرة سومر لكن لازم أعرف من أول الشعوب التاريخية الدوائلات السومرية فبالتالي الدوائلات السومرية أعمل كده من قصين أقدم دول العراق القديم أو أقدم حضارات العراق القديم لأنها أول حضارة قامت في بلاد العراق قامت سنة 4000 قبل الميلاد سقطت نتيجة تعفاها اقتصادية محدش قال الكلام ده الغزو الأجنبي ما سمعناش تعادل المعبودات ما قلتش أنا الكلام ده وإنما نتيجة سياستها الداخلية سقطت نتيجة سياستها الداخلية انت أقفت كلام ده من إيه مش أنا لسه أعينا دلوقتي يا أولاد تمتعت بالاستقرار والآن ولكنهم تفرقوا نتيجة الحروب اللي ضارت بين جنانهم لا اللي ضارت بينهم وبين بعض اللي ضارت بينهم وبين بعض اللي ضارت بينهم بينهم ازاي يعني مش أنت لسه بتقولي دلوقتي الدويلات السومرية عندي سومر وقور ولكش قامت حروب بينهم قامت حروب بينهم للسيطرة والنزاع على السيادة وعلى الحق فنتيجة للحروب الداخلية اللي حصلت بين المدن دي سقطت وانهارت أول حضارة أو أقدم حضارة في بلاد العراق يبقى سياستها الداخلية تيجي الحضارة التانية الحضارة الأكادية لحضارة الأكادية زي ما انتم شايفين على الخريطة كده يبقى دي سومر خلاص احنا أخذناها نس كده ندخل على أكاد أكاد بقى ايه حكايتها طبعا دي صورة برضو تكوينية لها هم قدموا من شبه الجزيرة العربية واستقروا في وسط العراق القديم اهو أكاد في وسط العراق القديم في ظل السومريين يعني هم قدموا من شبه الجزيرة العربية واستقروا في وسط العراق القديم فيه وقود مين يا أولاد السومريين يعني قبل السومريين ما تسكن نتمكن ملكهم سرجون الأول سنة 2350 قبل الميلاد من توحيد العراق في مملكة متحدة عاصمتها ايه أكاد طب نقف عندها بقى سرجون الأول ده أول شخصية حين نسمع عنها دلوقتي يبقى أول شخص أنا اتكلمت عنه دلوقتي في العراق واحد اسمه سرجون الأول نكتبه كده على جنب كده أول اسم أنا قلته من بداية السشرة اسم سرجون الأول مين سرجون الأول ده هو تمكن من توحيد العراق في مملكة متحدة ده بيفكرنا مين يا أولاد لو أنا عملت ربط هناك علاقة أو ارتباط بين سرجون الأول في العراق كده في الدولة الأكادية وبين مين أنا درسته في مصر مين اللي وحد مصر أول من وحد مصر أنا كان عندي الوحدة الأولى في مصر وهي مملكة الدلتا وبعدين الوحدة التانية أو الوحدة التاريخية التانية كان في عهد الملك مين مين في عهد الملك مين يبقى أنا ممكن أعمل ربط بين سرجون الأول وبين مين أو نعارمر ده وحد وده وحد هنا عمل العاصمة من الملك نعارمر أو مين وسرجون عمل برضو وحدة وكانت عاصمتها أكاد لكن طبعا خلفاء الملك مين كانوا أقوياء واستمرت البلد واستمرت الحضارة قوية ولكن للأسف سرجون بعد وفاته أحكم أربع حكام أقوياء ولكنها ضعفت الدولة ونهارت وقامت دولة بديدة اسمها دولة بابل زي ما انتم ملاحظين ايه ولنا ملاحظين ان الحضارة تكون ثم تسكت ثم تكون حضارة تانية باسم تاني في مكان تاني لكن ده ما حصلتش في مصر مصر قامت حضارة على نهر النيل العاصمة كنت بتتغير لكن اسم مصر لم يتغير حضارة مصر القديم حضارة الفرعون لم يتغير عبر التاريخ لكن هنا في العراق حضارة تقام وحضارة تسقط والمكان بتغير واسم الحضارة بتغير يبا حتى نعرف في الأخر خالص نجيب واجه شبه واجه والاختلاك يبا كده الحضارة الأكد ناخد سؤال يعد الملك سرجون الأول نقطة تحول في تاريخ بلاد العراق القديم يعني نقطة تحول يعني بلاد العراق كانت عبارة عن دويلات وكانت وكانت متفرقة فجه سرجون وراح عمل أول وحدة تاريخية في تاريخ بلاد العراق لأنه في عهده طبق بمدنة دموقراطية ما تكلمناش عن كلام ده وصل بلاد العراق القديم للنطق السياسي ولا سيضطر المملكته على شبه الجزيرة العربية ولا استطاعت البلاد صد الغزو الأجنبي طبعا أكبر أو أكتر إجابة صح هي وصول بلاد العراق القديم للنطق السياسي النطق السياسي المقصود به إيه أولاد؟ النطق السياسي المقصود به الوحدة توحيد العراق لما توحد الناس على حكومة واحدة طبعا ده يعتبر قمة النطق السياسي الدولة التالتة عندي الدولة البابلية القادمة عندي سكن البابليون في مدينة بابل طبعا نشوف الخريطة عندنا هنا مدينة بابل فوق أكب على طول هنا تمام؟ طيب هنا في مدينة بابل طيب لما سكنوا هنا في مدينة بابل أشهر ملوكهم كان الملك حامورابي اللي هي الصورة موجودة قصتكم كده انددت دولته لحد البحر المتواصل زي ما انتم شايفين كده من جنوب العراق لحد البحر المتواصل المكان ده كله طبعا دي عبارة عن سيطرة سيطرة وحكمه وامتداد وامبراطورية بقى كدولة كبيرة سيطرت على جزء كبير من الأرض في الوقت ده أهم أعمال حامورابي حفظ الأمن والنظام راجل ده متعلم قوي تاريخ جدا وقال لك الأمن والنظام ده مهم جدا هنرجع تاني من يا أولاد وورد يورانت حفظ الأمن والأمان عشان تقام حضارة عزيزة بنا عندي هنا أمن ونظام عادة أعمار مدينة بابل ووسحها الحاجات دي يا أولاد أعمار مدينة بابل ووسحها هندرسها بالتفصيل أمريكي ندرس مظاهر الحضار بنا معبد للإله اسمه مردوخ يا أول إله أنا كده أسمعه في العراق اسمه الإله إيه مردوخ الإله مردوخ كده أول إله أنا جبت اسمه في الحضارة العراقية أنا عايزتكم بالورقة والقلم كده نبدأ على طول نبدأ عملية الوضع كل معلومة في مكانها تمام أصدر مجموعة من القوانين عرفت باسمه هي قوانين حاموراب ده برضو هنسلط عليها الضوء جدا لما نيجي ندرس من ظهر الحضار يبقى عندي حفظ الأمن والنظام ده جانب إيه يا أولاد جانب إداري وجانب سياسي عادة إعمار مدينة بابل والسحة ده جانب عمراني اهتم بالعمران بنا معبد الله مردوخ ده جانب ديني أصدر مجموعة من القوانين عرفت باسمه ده جانب قانوني وجانب تشريع يبقى عندي حامورابي أم بأربع جوانب من جوانب الحكم أو جوانب الحضارة في عهده هندرسها بالتفصيل إن شاء الله وما نيجي ندرس مظاهر الحضار أصدر حامورابي مجموعة من القوانين زي ما انتم شايفين كده في الصورة شايفين الصورة دي اللي على الشمال دي اللوحة أو المسلة بتاعة حامورابي شايفين قد إيه دي القوانين الجزء ده كله قوانين والجزء اللي فوق ده الصورة دي دي الأبيض وصفل دي أصدقم هو ده الجزء اللي فوق المسلة أما اللوحة الطويلة دي أو العمود الطويل ده أو اللوحة المسلة طبعا المسلة مش عمود دي دي القوانين مكتوب عليها القوانين لو هي كتيرة آه كتيرة كام 282 مادة 282 مادة قانونية نقشت على حجر من السائل نقشت على حجر صب زي ما انتم شايفين كده نقشت على حجر صب أعناها صورة له زي ما انتم شايفين صورة كده وطبعا احنا جبناها بصورة أكبر انا خدنا الجزء ده وكبرته كده عشان تشوفها بشكل أكبر أعلى أصورة له ده طبعا مفصرد مدحة مرابي وهو يتلقى بقوانين من إله الحكمة والعادل شمس ده ده إله الحكمة عندهم والعادل اسمه الإله شمس طبعا نرجع تاني بس الورق كده احنا درست كم إله دلوقتي انا ذكرت كم إله انا ذكرت اسم الإله مردوخ والإله شمس بالورقة أو الألم كده وحط جزء الآلهة بتاع العراق وحطه على جنب كده الإله مردوخ والإله شمس يبقى من إله القانون عندهم إله والإله شمس ده إله الحكمة والعادل طيب نفهم من الجزئية ده إيه يا أولاد إن حمرابي واقف وبال إله الشمس وهو يتلقى القوانين واللي يتلقى منه القوانين ده إله ما هو إش بني آدم زينا معناها إنه هو إيه ده قانون سماوي من الآلهة حسب اعتقادهم يعني هل أنا أدر أجادل الآلهة كإنسان؟ لا طبعا هذه القوانين أخذت صبغة دينية فبالتالي صحب الاعتراض عليها يعني أنا أدر أقول إن حمرابي خلط بين الدين والسياسة خلط بين الدين والسياسة أنا قانون بتاعي قانون لا يقبل النقاش وإنما قانون سماوي فبالتالي أنا أدر أجادل الآلهة لا طبعا ما أدرش أجادل الآلهة فبالتالي قانونه كان أخذ بقى الصبغة الدينية أو الصبغة المقدسة وبدأ يطبقوا عليهم وده من القوانين أو من الحاجات المهمة جدا في الحضارة العراقية تمام؟ عدي هنا زي ما أنتم شايفين كده ممكن أجيب لك مجموعة من قوانين حمرابي معاقبة كل من يشهد زول في قضية جنائية معاقبة كل من يخطف الأطفال معاقبة كل من يجري عملية جراحية وتؤدي إلى وفاة مريض معاقبة كل من يقام بالسرقة معاقبة كل من ضرب أباه كل من بان بيتا ثم نهار فمات شخص يقوم فيه كل دي عقوبات وإحنا قلنا 282 مادة للقانون أو مادة للعقوبات لكل من يعمل شيء يعاقب عليه القانون ممكن يجينا كده حاجة من قوانين ويقول لك ده هزي القانون هذا القانون ويشير إلى إيه تعالي ناخد كده سؤال نستنتج من سياسة المالك حمرابي كأحد حكام الدولة البابلية الأولى أن استقرار الدولة يرتبط بإيه تجميل المدن ولا بناء دور العبادة ولا سيطرة القانون على الحق ولا وجود سواحي البحرية طبعا حلسة دلوقتي بنتكلم عن القانون يبقى نستنتج من سياسة المالك حمرابي كأحد حكام الدولة البابلية أن استقرار الدولة يرتبط بسيطرة القانون على الحق ده عمل 282 مادة قانونية وصنفة على فيكة كانت مصنفة جزء للعقوبات وجزء للأطفال وجزء للنظام والاستقرار كانت مصنفة يعني نحن ممكن تعمل بحث عليها وتشوف قوانين حمرابي كانت منظمة ومصنفة ناخد الحضارة الأخرى حضارة الدولة الأشوري دي برضو صور تكوينية للحضارة الأشورية والخريطة بتاعتها الدولة الأشورية برضو هاجرت من شبه الجزيرة العربية إلى الأجزاء الشمالية من بلاد العراق الأجزاء الشمالية من بلاد العراق يبقى أصلهم برضو هجرة زيهم زي الحضارات الأخرى كلهم هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى الأجزاء الشمالية من بلاد العراق القديمة وعمل العاصمة بتاعتهم أشور أهم ملوكهم الملك سرجون التاني تمكن سرجون التاني في أنه يكون جيش قوي وسيطر على بلاد بابل ويكون امبراطورية عظيمة دي أهم أعمال الملك سرجون التاني طيب طبعا أنا مش هاجي سؤال واسألك ويقولك أذكر أعمال الملك سرجون التاني لا خلاص الكلام دا مش هيحصل ولكن احنا عارفين الأسئلة بتجي ازاي وزي ما بديك أمثلة لأسئلة الحاجات العاصمة اللي عملها سرجون التاني دي عمل عاصمة وكون جيش وسيطر على بابل وكون امبراطورية عظيمة يعني هنا سرجون التاني عمل عاصمة ده جانب سياسي جانب إدالي كون جيش ده جانب عسكري وسيطر على بابل وكون امبراطورية عظيمة ده طبعا جانب عسكري وجانب سياسي وجانب عمراني ولكن للأسف لم تضم طويلة الحضارة الأشورية ما استمرتش في التاريخ مدة طويلة وزي ما هنشوف دلوقتي على الخط الزمنة لما نرجع له لأن أشور اتبعت سياسة الشدة والظلم والاستبداد ولذلك احنا كنا بيقولنا ايه أولاد التنم السابق أن الحضارات تتنافس يعني تتنافس بشكل مميز لكن لا تتسارع تتواصل ولا تتسارع تتقارب ولا تتقاتل أخذ وعطة تأثير وتأصل لكن هنا الحضارة الأشورية قامت على سياسة الشدة والظلم والاستبداد اللي اتبحى ملوك الدولة دي فأدى إلى صخط الشعوب في البلاد اللي سيطروا عليها هم أشور سيطرت على البلاد أيوة كون إمبراطورية عظيمة اللي وصلت زي ما احنا شوفنا في الخريطة دي الحضارة الأشورية شايفين يا أولاد كل اللي بنون الأخضر ده كل الحضارة الأشورية أخذت من عند الخليج العربي ودخلت على بلاد الشام أخذت سيطرت على بلاد العراق وسيطرت على بلاد الشام وكهبان سيطرت على مصر في العصر المتأخر سيطرت على مصر في العصر المتأخر احنا اجرسنا ده في العصر في الحضارة المصرية القديمة وعرفنا أن في العصر المتأخر كان في احتلالات لشعوب مختلفة كان من ضمنها الفورس ومن ضمنها الأشوريين والحاجات دي كلها طيب لكن فسياسة الشدة والظلم والاستبداد اللي تبحها الملوك قدأ لسخط الشعوب اللي سيطروا عليها وطبعا شدة وعنف ما فيش استثمار ولا امتاج للبلاد فقدى الى همار ثروات بلادهم ده برضو ينطبق عليه نظرية ورد يورانت يقولك هل الحضارة الأشورية تنطبق عليها نظرية ورد يورانت لا طبعا لأن ورد يورانت قالك الحضارة علشان تستمر يجعل الإنسان بالأمن والاستقرار هل أشور حققت الأمن والاستقرار لشعوبها لا محققتش طب من حضارة ازاي فانا بلسة بقولها دلوقتي هي حضارة لم تضم طويلة قعدت فترة صغيرة جدا من الزمن وسقطت بسرعة يعني ما استمرتش كتير قعدت سنوات قليلة زي ما هنشوف عن خط الزمن دلوقتي وقامت هذه الشعوب بصورات متكررة ضدهم قدت في الآخر الى انهيار دولتهم يعني الشعوب مش هتستحمل لو استحملتك النهارد مش هتستحملك بكرة وقاموا بصورات متكررة قدت في الآخر الى انهيار دولتهم وسقطت الدولة الاشورية بشكل غير ما أسوف عليه وطبعا الدولة الاشورية دي احنا شوفوها احنا ندرسها النهارده لما هنيجي ندرس الحضارة اليونانية ان شاء الله هنجيب سيرتها ازاي لانها هتبقى في حضارة من حضارات بلاد اليونان هتتشابه مع اشور ليه اسبرتا برضو حضارة اسبرتا حضارة هتقوم على العنف والشدة مع جيرانها ومع الشعوب المسيطرة عليها فهتسقط سريع فنعمل ربط بابلية الاشور اللي احنا درسناها النهارده واللي احنا هندرسها ان شاء الله لما نيجي ندرس بلاد اليونان اخر حضارة عندي الحضارة البابلية الحديثة انا جيبت سيرة البابلية الاولى من عندي يا حضارتين حضارة البابلية القديمة والحضارة البابلية الحديثة الحضارة البابلية الاولى والحضارة البابلية التالية زي ما انتم شايفين كده اللون الغامق الشوية واللون البني ده امتدت الحضارة البابلية من عند الخليج العربي وسيطرت لحد البحر المتوسط تعالنا نشوفها كده سريعا تعرف هذه الدولة اللي هي الدولة البابلية الحديثة باسم الدولة الكلدانية الدولة الكلدانية بالدولة البابليية حديثة اسمها تعرف للدولة الكلدانية وهي آخر القبائل اللي هجرت قبل الإسلام من شبه الجزيرة العربية يعني دي الحضرات كلها اللي قامت في بلاد العراق قامت من هجرة شعوب من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الراف دي ودي آخر الشعوب اللي هجرت قبل الإسلام من شبه الجزيرة العربية واستقرت فين؟ في منطقة الفراط الأوسط في منطقة نهر الفراط واتخذوا من مدينة بابل عاصمة لهم. يعني دي أخذت ولذلك سميت ببابل. يعني أنا عندي بابل اتنين بابل. بابل حال لديما اللي احنا قلناها اللي كان فيها حمرابل وبابل الحديث أشهر ملوكة اللي انت شايفين في الصورة كده طبعا دي صورة تكوينية له. اللي هم ملوكة نبوخاز نصر. أو ساعد بيقوله نبوخاز نصر. نبوخاز نصر أو نبوخاز نصر الثاني ده معروف عنه بالقوة والصلابة في حكم البلاد. وكان بيتميز بالكفاءة العسكرية والإدارية وده طبعا نتعرف عليه أكتر لما نيجي ندلس مزارة الحضارة. فعهده اتسعت حدود الدولة زي ما انتوا شايفين على الخريطة. امتدت من عند الخليج العربي إلى الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. وبالتالي أصبحت دولته ده امبراطورية. واسعة ضمت العراق وبلاد الشام. يعني قدر يعمل امبراطورية واسعة. ضمت بلاد العراق والشام بشكل كبير جدا لكنها للأسف سقطت. سقطت ليه؟ لأنها بعد نبوه خزنصر حكم ملوك ضعاف سقطت الدولة البابلية الثانية سريعا في ايد الفرس بقيادة الملك ملك الفرس اسمه كورش اسمه كورش عام 538 قبل الميلاد. بعدها جاء الاسكندر المبدوني واستولى على بابل 330 قبل الميلاد. وبعد وفاة الاسكندر احنا هنعرف ان شاء الله ان هي هتتقسم امبراطورية الاسكندر وهتكون العراق من نصيب السلوكيين هيحكمها السلوكيين احد قوات او سيديوكس احد قوات الاسكندر الأكبر وهتسمى باسم السلوكيين ثم هيجي الرومان ويحتلوها بعد كده هتعود مرة اخرى للفرس وهتستمر في ايد الفرس لحد ما ييجي الفتح العرب الاسلام للعراق سنة 632 ميلاد ويدخل العراق في حضارة جديدة هي حضارة العهد الاسلام دي بقى مرحلة الاحتلال الاجنبي او الاحتلال لبلاد العراق هيبدأ على ايد الفرس ثم الاسكندر ثم السلوكيين ثم الرومان ثم الفرس مرة اخرى لحد ما ييجي الفتح العرب الاسلام سنة 632 ميلاد كده ببساطة الحضارات الخمسة الموجودة في العراق القديم احنا درسناهم بالتفصيل وهنعرف ازاي نذكرهم منرتب افكار بس قبل ما نعرف ازاي نلتب افكارنا فيها ابناء وبناتي ناخد بس سؤال كده اهتم مملك العراق القديم بالقوة العسكرية لتأمين حدود بلادهم وابناء دولة عظيمة بضوء العبارة السابقة استنتي كانت الخدمة العسكرية في عهد الملك حمرابي الزمية ولا قاصرة ولا الزمية وقت الحرب وقت الطوعية وقت الحرب طبعا داسو قال سابق لأوانه سابق لأوانه ليه؟ لأن ده هندرسه إن شاء الله لما نيجي ندرس مظاهر الحضارة لكن العراق هتتحول في العهد الأشوري إلى الزمي لأن احنا قلنا أن الحضارة الأشورية حضارة قامت على الحرب والعنف والشدة والظلط فبالتالي أصبحت الجهادية فيها أو التجنيد فيها أو الحرب فيها تبقى دائما تعرضت بلاد العراق للاستعمار الغربي لأول مرة على إيد مين؟ استعمار غربي يعني جاي من ناحية الغرب المكدونيين ولا الفرس ولا الرومان ولا الفنكيين لو قرت غربي يبقى أقول المكدونيين على طول المكدونيين ليه يا أولاد يعني أنا لسه أقل دلوقتي الإسكندر الأكبر والإسكندر الأكبر غربية لا طبعا حضارة غربية اللي حضارة اليونان والرومان لكن لو قرت شرقي هي بحاول الفرس العراق القديم في أواخر تاريخه منطقة لتبادل النفوذ السياسي والعسكري لتبادل النفوذ السياسي والعسكري في عهد السلوكيين والرومان ولا الفرس والسلوكيين ولا الرومان والفرس ولا الرومان والأغريق تبادل النفوذ السياسي والعسكري عشان الرومان احتلوها ثم عادت مرة أخرى في إيل أرفورس اعتبرت التجارة مع بلاد الشام التجارة خارجية للعراق القديم في عهد طبعا ما نجي ندرس مظاهر الحضارة. نرجع كده سريعا عشان نختم حصاتنا النهاردة هنرجع تاني يا شباب بعد ما درسنا احنا الحضارة بتاعتنا الحضارات بلاد العراق هنرجع كده للخط الزمني بتاعنا ونشوفه التواريخ بتاعته علشان نعرف مدلول الرقم زي ما قلت ان كل حضارة قعدت كم سنة وهل هي قوية ولا هي سيطرت المدة طويلة ولا قعدت مدة وعدت هنيجي نرسم الخط الزمني بتاعنا ونكتب أهم الأحداث اللي حصل زي ما انتم شايفين كده ممكن نعمل وتحتفظ بها او انت تعملها في نفسك ترسم الخط الزمني وانا شرحت دلوقتي الحضارات تبقى تحط أهم الأحداث اللي حصلت الدوليات السومرية كان أول الشعوب لانا الاكادية قدموا من شب الجزائر العربية وتكتب انت ايه تحط أهم الأحداث على الخط الزمني بتاعتك لان حضارات بلاد العراق ما هيش حضارات كل حضارة فيها سابد كبير يعني فيها كلام بسيط تقدر تحطه على الخط الزمني عشان تنظمه تبدأ تعمل ربط العراقات لما يجي لك سومر زي ما انتم شايفين كده الخط الزمني بتاعي انا طلعت مدلول الرقم بتاعه حضارة السومرية 1850 سنة حضارة الاكادية قبل 470 سنة يعني سومر مع اكاد حوالي 1000 سنة الدولة البوبلية الاولى حوالي 780 الأشورية ما عادتش مدة طويلة أو 700 دولة البوبلية حديثة يا شايفين دي ما تدول الرقم طبعا انت ملتاش مطلب بيه لكن عشان تتعلم مدى قوة الحضارة برضو تقدر تعمل سكين شوت هنا وتقدر او انت تعمله بنفسك كل حضارة تحطها كده وتبدأ تحط اسماء الملوك بتاعتها السومرية ما كانتش عندي اسم ملك الاكادية عندي سرجون الاول البابلية القديمة عندي حامرابي الأشورية عندي سرجون التاني البابلية الحديثة نبوخز ناصر الفورس ذكرت اسم كورس سكندر المكدوني او عصر المكدونيين كان السكندر السلوكيين طبعا سليوكا هنا الرومان والفورس والفتح العربي ما ذكرش اسماء يبقى دي اسماء الشخصيات اللي انا ذكرتها من اول استشد بتاعنا ذكرت اسم سرجون الاول ده طبع الحضارة الاكادية حامرابي طبع البابلية القديمة أشورية سرجون التاني نبوخز ناصر أو نبوخز ناصر البابلية الحديثة كورش الفورس نسكندر البطنية او نسكندر المكدوني ليه انا بعمل كده يا شباب انا بعمل كده عشان انظم افكاري عشان اما يجي له سؤال اعرف الاسم كل ملك او اسم كل الشخصية هي موجودة فيك اسم كل الشخصية موجودة ابدأ من دلوقتي انظم افكاري ونظم مهاراتي اللي انا تعودت عليها من التلم السابق علشان تبع مساكنتي مفيدة ومسمرة اثناء ما بشتا في الاخر خالص بلا اكتشف ان اهم الحقب التاريخية ان البلاد العلاقة القديمة ونقسم الى اربع حقب تاريخية السومريين والاكاديين والبابليين والاشوريين اربع حقب تاريخية احنا درسنا خمسة كيف حنقول اربع حقب تاريخية على اساس ان البابليا عندي قديمة وحديثة الى هنا ابنائي وبناتي نكون وصلنا الى نهاية حصتنا اول حصة في التلم الثاني عن تاريخ او حضرات بلاد العراق القديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته